السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم أحضرت لكم وصفة بمكون سحري مكون رائع جدا جدا سوف يعمل على تفتيح بشرتكم بخمس درجات ومن الاستعمال الأول أي له نتائج فورية نتائج مبيضة وكذلك رائع جدا للبشرة سوف يحل جميع مشاكل البشرة وسوف يغنيكم عن استخدام المكياج أي ودع المكياج في شهر رمضان الكريم يحل كما قلت جميع مشاكل البشرة كالكلف، النمش، التجاعيد، تسبغ الجلد وكذلك عدم توحد البشرة سوف يمنحكم بشرة رائعة ونظرة وخالية من العيوب وليس له أي آثار جانبية فأنا جربته شخصيا فلاحظت فرق كبير ونتائج فورية منذ الاستعمال الأول حصلت على نعومة وبياض خيالي وملفت أيضا يعني هو مبيض رخيص جدا سوف يغنيكم عن استخدام منتجات تفتيح البشرة التي تكون باهضة التمن والتي قد تضر بالبشرة على المدى البعيد فهنا بنسبة لهذا المكون وكما تلاحظون ألا وهو البيكينبودر أو ما يسمى بخميرة الحلويات الكيماوية والتي سنستخدمها في صنع الحلويات هذا المكون رهيب جدا وأنصحكم بتجربته سوف تتفاجأون بنتائجه الرائعة جدا والفورية إذن قبل ما نمر في تحضير هذه الوصفة والتعرف على الوصفات أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك أيضا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء وكذلك المعارف حتى تعم الفائدة أيضا إذا كنتم من الزوار الجدود للقناة لا تنسوا الاشتراك مع تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد ولكم مني دائما جزيل الشكر سنحتاج كذلك إلى ماء الورد لخلط هذه الوصفة كما أن الورد أي ماء الورد معروف بخصائصه المبيضة والمفتحة لبشرة الوجه سنحتاج هنا تقريبا لعمل هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى مقدار ملعقة صغيرة من البيكين فاولر أي خميرة الحلويات ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة بهذا الشكل ثم بعد ذلك سنضيف إليها مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد نضيف ملعقة ما يعادل ملعقة كبيرة من ماء الورد بهذا الشكل ونخلط جيدا هكذا المكونين مع بعضهما البعض كما تلاحظون هنا فوران بين ماء الورد وكذلك بين الخميرة الفورية أو البيكين باودر كما يمكنكم هنا تعويض الخميرة الفورية أو عفوا ماء الورد كذلك بالماء العادي نقوم بخلط المكونين كما تلاحظون تفاعل الخميرة الفورية مع ماء الورد تتفاعل مع حدث الماء العادي وجميع المكونات الأخرى إذن هكذا نقوم بخلط جميع المكونات سنقوم الآن بتحضير قطنة إذن نأخذ قطنة بهذا الشكل أو قطنة تكون دائرية أو قطعة من القطن يعني حسب ما تتوفرون عليه سنقوم هكذا بغمسها في هذا المحلول بهذا الشكل نقوم بغمسها وبعد ذلك سنقوم بمسح بشرة الوجه نقوم بتمرير هذا المحلول على بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة نركز أيضا على الأماكن التي بها تصبغات وكذلك السوداد كما يمكنكم أيضا تطبيقها حتى على اليدين القدمين إذا كان لديكم إصمرار الناتج عن أشعة الشمس أو حتى الناتج عن الإهمال يعني عن إهمال عنايتكم ببشرتكم نقوم بمسح البشرة جيدا هكذا لمدة خمسة دقائق كما تلاحظون نقوم بمسح الوجه بشرة الوجه يعني قبل ذهابكم إلى النوم تقومون بترك هذه الخلطة مطبقة على البشرة تقريبا لليلة كاملة سنتركها كما قلت لكم لليلة كاملة حتى الصباح وبعد ذلك تقومون بغسل بشرة وجهكم بالماء العادي وبعد ذلك يمكنكم استعمال مرطبكم اليومي يعني بعد غسل وجهكم في الصباح إن شاء الله سوف تعطيكم نتيجة رائعة جدا سوف تلاحظون هذه النتيجة كما قلت لكم في أول الفيديو منذ أول استعمال ستلاحظون فرق كبير في بشرتكم سوف تلاحظون كذلك النعومة وأيضا بياض ملفت وتفتيح بشرتكم بخمسة درجات فهذا المكون هو رهيب جدا جدا ما عليكم فقط إلا تجربة هذه الوصفة وسوف تلاحظون الفرق بأنفسكم إذن هذا بالنسبة يعني للوصفة الأولى كما تلاحظون يعني كما قلت لكم منذ الاستخدام الأول سوف تلاحظون تبييض رائع لأن الخميرة أو البيكين باودر هي من المواد التي تعطي يعني مفعول رائع جدا ومنذ أول استعمال إذن هذا بالنسبة للطريقة الأولى أو الوصفة الأولى سننتقل الآن لعمل الوصفة الثانية وكذلك بنفس المكون إذن بالنسبة للماسك الثاني والذي هو الآخر سنحتاج فيه إلى نفس المكون ألا وهو البيكين باودر سوف نضيف كذلك مقدار ملعقة صغيرة من البيكين باودر إذن سنحتاج كذلك كما قلت إلى مقدار ملعقة صغيرة من البيكين باودر أو خميرة الحلويات وسوف نضيف إليها كذلك مكونات أخرى مكونات طبيعية رائعة جدا جدا سنحتاج هنا إلى دقيق الحمص هو معروف على المدى يعني فوائده للبشرة إذا كان غير متوفر لديكم فممكن شراءه جاهز كما يمكنكم أخذ الحمص وضاقه أولا ثم قوموا بطحنه في متحانة كهربائية جيدا حتى يصبح على شكل بودرة هكذا تكون ناعمة ورتبة سنحتاج كذلك إلى ثاني مكون ألا وهو النشا نشا الدرة أو ما يسمى بالمايزنا هو مكون سحري رائع جدا وكما قلت لكم سنستخدم كذلك مع هذه المكونات البيكين باودر أو خميرة الحلويات إذن هذه هي المكونات التي سوف نحتاج في هذه الوصفة إذن هنا لدي ملعقة صغيرة من البيكين باودر أو خميرة الحلويات سأضيف عليها نفس المقدار يعني من نشا الدرة أو ما يسمى بالمايزنا وكذلك نفس المقدار مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الحمص هنا بالنسبة للوصفة الأولى والوصفة الثانية يمكنكم تحضير فقط الكيميا التي سوف تستعملونها في ذلك اليوم يعني لا تقوموا بتحضير كيميا كبيرة والاحتفاظ بها في التلاجة أو خارج التلاجة يمكنكم فقط تحضير الكيميا التي سوف تستعملونها للاستعمال الواحد بالنسبة للوصفة الأولى أو بالنسبة للوصفة الثانية بعد ذلك هنا سأضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين أو ثلاث ملاعق كذلك يعني لمزج هذه المكونات سنقوم بإضافة ماء الورد هكذا أضيف ما يعادل يعني الكيميا التي سوف تخلط لنا هذه المكونات هكذا وأقوم بخلط ودمج العناصر فيما بينها حتى نتحصل على القوام كما تلاحظون هنا يكون فوران لأن هذه المكونات تتفاعل مع بعضها البعض نخلط جيدا كما تلاحظون هنا أصبحت هذه الوصفة تنتفخ بمثعول البيكينب باودر هنا إذا قمتم يعني بعمل كيميا كبيرة فطبقوها على بشرة اليدين وكذلك القدمين حتى يعني تضربون عصفورين بحجر واحد تبيض بشرة الوجه والرقبة وكذلك اليدين والقدمين أيضا هكذا كما تلاحظون يكون هذا هو القوام أو الشكل النهائي لهذه الوصفة بعدما قمنا بخلطها ودمج العناصر تفاعلت هنا كل المكونات مع بعضها البعض إن شاء الله هذه الوصفة رائعة جدا وسوف تمنحكم بياض ملفت وهي رخيصة جدا بالنسبة للبيكينب باودر فقط هو لا يناسب جميع البشرة لذلك يجب عليكم تجربته على منطقة في جسمكم قبل استعماله لكي تروا هل فعلا تتحسس بشرتكم منه أم لا يجب تجربته يعني كما قلت في منطقة من الضقن أو الوجه إذا أحسستم يعني بإحمرار أو لخص فيجب تجنب هذه الوصفة إذن كما لاحظتم نأخذ دائما بعد تنظيف البشرة نأخذ من هذه الوصفة ونقوم بفردها على كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة هكذا نضع طبقة تكون سميكة شيئا ما وسنتركها تقريبا إلى غاية ما تجف تقريبا إلى غاية عشرون دقيقة إذن كما ترون نتركها كما قلت لكم هذه المدة ثم سنقوم بغسلها بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد وفي الأخير ضروري جدا من ترطيب بشرتكم بالمرطب الخاص بنوعية بشرتكم هنا ضروري من تجربة هذه الوصفة لأنها أنا جد متأكدة أنها سوف تعطيكم نتائج فورية ومنذ الاستعمال الأول إذن كما رأيتم هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها وأيضا لا تنسوا أن تضعوا أعجاب وأن تجربوها إن شاء الله أنا متأكدة أنكم ستحصلون على نتائج مضمونة لأن الوصفة مجربة وأنا أضمن لكم ذلك لأنها مجربة مني شخصيا ويستفيدوا يعني أنتم كذلك استفيدوا منها بعدما تجربوها أتمنى إذا قمتم بتجربتها أن تشاركون يعني تجاربكم عن هذه الوصفة أيضا وأيضا إذا أعطتكم نتائج فلا تنسوا مشاركتها مع الأصدقاء والمعارف حتى كذلك تعم الفائدة إذا كنتم أيضا من الزوار الجدد أي أول مرة تزورون قناتي أدعوكم للاشتراك بها بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل الفيديوهات فور نزولها أعيدكم دائما بوصفات مجربة مئة بالمئة لا تنسوا أحبائي أن تشاركونا في التعليقات آراءكم تجربكم في التعليقات إذا جربتم الوصفة اكتبوا لنا تعليقاتكم تجاربكم أيضا تساؤلاتكم في التعليقات سوف أكون دائما سعيدة بالرد عليكم إذن نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله